السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن قبيلة فقد أعطيت القبائل حقها وإن كنتم تستحقون يا جهينة الكرم جهينة النصر جهينة الإبداع قصائد وملاحم لكنني سأتحدث عن الوطن هنا وطني وتزدحم الحروف على شفاهي والحروف هي الحروف وإنما ازدحمت لأجلك أنت يا وطني أتتك لتحتفي بك أنت جاءت كي تحدث عنك تروي كل مجد فيك يا وطني لأنك قصة لا تشبه القصص التي كتبت تروي كل مجد فيك يا وطني لأنك قصة لا تشبه القصص التي كتبت بها هذه الحروف كتبت بأيدي الطامحين مدادهم عرق ودمع خط أحلام وصاغ أجمل قصة تروى على مر السنين الله يا وطني أراك بعين طفل مرة وأراك أحيانا بعين الراشدين طفل درجت على ثراك وفي يدي حبل وحبل في السماء يشدني نحو الطموح لأرتقي وكبرت يا وطني وأنت كبرت والشيب اعتراني إنما ما شبت أنت ومن ثنيت ومن حنيت وما وقفت وإنما ماضٍ تشق طريق مجدك في السماء وترتقي نحو الثريا تلتقي بكواكب هي بعض مجدك منك تقتنص المحامد والمحاسن كم يغار سهيل منك وأنت على مدى الأيام والسنوات ماضٍ لم تغب يوماً لم تغب يوماً ولا يوماً وقفت ولا يوماً وقفت عن الصعود إلى المعالي وطني وتضطرب الحروف وتهرب الكلمات لأنها مصطاعة التعبير عنك لأنها مهما تزكت من عطورك كي تعبِّر عنك تبقى قاصراتٍ عن شموخك عن طموحك عن مداك عن حضورك وطني وحولك ألف بابٍ خلفها كتلٌ من الأوباش يأتمرون بل يتآمرون بل يتربَّصون وبين أيديهم طعامٌ من يديك وطني وحولك ألف بابٍ خلفها كتلٌ من الأوباش يأتمرون بل يتآمرون بل يتربَّصون وبين أيديهم طعامٌ من يديك وبين أيديهم طعامٌ من يديك وشربةٌ من رافديك ويلبسون فيها بخزٍ خطَّها لهم اعتقادًا أنه فرضٌ عليك وطني وحولك ألف بابٍ ما دُمت يا وطني كذلك لا عليك ما دُمت يا وطني كذلك لا عليك والله لن يصلُ إليك والله لن يصلُ إليك فالله خيرٌ حافِظًا من كل ناحيةٍ يقيك فالله خيرٌ حافِظًا من كل ناحيةٍ يقيك والسلام عليكم ورحمة الله شكراً